وطبعا بنبارك لكابتن حسام حسن والجهاز الفني بالكامل لمنتخب مصر توليه المهمة وده طبعا اعلان او وجود كابتن حسام مع كابتن ابراهيم طبعا مدير فني ومدير المنتخب الاول وده قرار الاتحاد المصري لكرة القدم وكان الاجتماع يوم السلساء وطبعا تم تشكيل الجهاز وكل التوفيق طبعا لكابتن حسام واحنا كالعادة بنبقى دائما وابدا في خلف المدير الفني والجهاز الفني لأي منتخب فرصة كان منتظرة كابتن حسام حسن كتير جدا جات له الفرصة نتمنى الدعم له ونتمنى يعني يكون الامور يا فارس اداريا تتصق مع اجواء عمل وتقديم صورة فنية المنتخب مصر تختلف عما قدما في الماضي فانت شايف فيه تفاعل ولا نفسنا لا بس يعني انا عايز اقول لك هو انت طالما جبت مدرب مصري كابتن حسام ما كانش عايسيب حد المرة دي او مره فانا بشوف انتحقات وامنياته وعشان نشوف اخرى التجربة دي وللامانة يا جماعة يعني كابتن حسام حسن شفت حاجة يمكن كان الزمير رضا في الاعداد تكلم عنها وانا عايز اقف عندها لان انا مش هعملها هنا فكرة نصائح حسام حسن تكلم رضا كل البرامج بعنوان نصيحة لكابتن حسام حسن صعب او يا جماعة صعب اوي يبقى انت في منتخب مصر اديت مسئولية لمدير فني وربما تتفق تختلف ولكن قصة نصائح لكابتن حسام حسن غريبة جدا كل البرامج بعنوان نصيحة لكابتن حسام حسن انا ما اعتقدش ان جي البداية الافضل بالفكرة الافضل اللي احنا نخاطب بها المدير الفني لمنتخب مصر ما كابتن ايهاب جلال مسك ليه ما اسمعناش نصيحة لكابتن ايهاب جلال ولو انا شخصيا لو هحط مقارنة ما بين طبيعة التجارب اللي خاطها حسام حسن تدريبيا والخبرات كلاعب وما بين كابتن ايهاب جلال لا هقول لك حسام حسن اقوى بكتير جدا 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 من حسام حسن خاط تجربة مع نادي الزمالك قدر فيها وقتها الزمالك كان بيعاني في المركز اللي 14 وصل بيل تاني وكان في طريقه الحسم الدوري تواجد مانويل جوزيه في موسم استثنائي لم يكن هذا الدوري اللي يضيع من حسام حسن الا ان اتى مانويل جوزيه امور اخرى زي النادي المصري وصول نهائي كاسب بيخسر من الالف الاكسترا تايم بيوصل لنصف نهائي الكنفدرالية تجربة كتير جماعة مع فرق جماهيرية فيها ضغوط والشغل تحت ضغط لعب لما انا يا جماعة شخصيا لما بفتكر كده تي شيرت منتخب مصر بفتكر حسام حسن دي حاجة طول عمري بقولها وعلاقتي بحسام حسن بتاع المنتخب دي كتصة تانية خالص وان كان طبعا بصمته مع النادي الآلي لا احد يقدر يقلل منها ولكن ربما شاب التجربة كتير من الامور ولكن حسام حسن في المنتخبة حسامة ده النستالجيا بتاعتك والذكريات بتاعتك في امور كتير جدا فهذا النوع من الحديث والتعامل مع حسام حسن بفكرة النصائح انا شايف فيه مبالغة ومش حلو وكأنك انت حطيت نفسك هيمشي بنصيحتي ولا مش هيمشي حيعمل باللانة والتعامل مش حلو انت متفق معايا في الفكرة فيها مبالغة كبيرة جدا ده حقيقي ولما رضا غانب بتكلم فعلا اقولت له ده يعني طب ده ما تقالش لروي فيتوريا اللي ممسكش منتخب قبل كده طب على اقل كابتن حسام حسن خد تجربة الى حد ما نكحة مع المنتخب الاردني ووصل بيهم لمباراة فاصلة يعني مباراة ملحق لا مباراة ملحق يصعد بها كاس عالم فالقصة يا جماعة انت بتتكلم عن حد حتى درب منتخب منتخب الاردن ففكرة ان انت تبدأ تحاول ان انت تقول بقى ادي نصيحة لو انت بتتكلم بقى على جانب عشان بردو نكون واضحين جانب الانفعالات او اللي كان بعض المواقف اللي صدرت اعتقد كابتن حسام حسن هيكون اكتر واحد حريص هو وجهازه الفني ان هو يقدم صورة مغيرة لكن لما تيجي تتكلم عن كابتن حسام حسن الهداف التاريخي لمنتخب مصر انا يمكن شفت فيديو كان بعد فوز منتخب مصر ببطولة ام وفركة 2006 وتم الاستعانة بكابتن حسام حسن قدر يسجل في هذه البطولة وكان قائد بمعنى الكلمة للمنتخب المصري اللي كان لسه بيتحاسس خطة بعد الخروج من تصفيات المؤهلة لكاس العالم وبتقدم بطولة مختلفة تماما طلع بتصريح قال كان مهم جدا الناس الغلبانة دي تفرح فكرة احساسه بالشعب وبالمواطن المصري في كرة القدم يا جماعة ما ينفعش نجزقها فانت جايب واحد حريص على انه ينجح عارف كويس قوي ان الكرة دي كرة بسطاء فانا هقدم اقصى حاجة عندي من اجل اسعادة البسطاء طيب الدور الطبيعي اللي يعملوا الاعلام ايه ان انت خدت قرار المسؤولين خدوا القرار فانت داعم للتجربة حتى تصل لمرحلة وقتها تقدر تقول لأ التجربة لم تقتي باسمرها لم تنجح او التجربة نجحت فاعملوا دوركم وسيبوا الناس تعمل دورها عشان الناس تتحاسب ليه لان دا بالزبط اللي احنا عملناه احنا هنا واعتقد يعني اشهدتنا بروي فيتوريا حتى بطول قبله امم افريقيا يا فرس كنا بنشيد بروي فيتوريا بشكل واضح جدا كنا بنتحدث وبنقول احنا داعمين للمنتخب طلعنا قلنا جماعة دا مش منتخب حازم امام دا منتخب مصر وهنبدل داعمين للمنتخب دا لان دا دورنا بس فيه وقت للحساب تعال انت حاسب بقى انا وفرت لك بيئة صحية جدا ان انت تشتغل انا ما كنتش عائق ليك في انك تشتغل انا سبتك معاك كل الصلاحيات تماما بعض السلبيات كنا بنشر لها بالتأكيد لان ما فيه السلبيات هنعديها لو هي سلبيات واضحة من اجل التصحيح لكن كنا في ظهرك كنا داعمين ليك كنا شايفين ان التجربة دي تستحق اننا نصل لتحقيق البطولة وده كان قناعتنا قبل البطولة ما تبدأ هنا ان مصر تستطيع تحقيق البطولة قلنا فيه عمكو في الاسكواد قلنا عندنا لعيبة مهمين جدا لكن اللي حصل في امم افريقيا بيخلينا تعالى بقى نتحسب مشانا ديتك كل الصلاحيات مشانا دعمتك مشانا وصلتك للمرحلة اللي لازم يكون فيها نقطة حساب انا مش دوري ان المسؤول عن التفاوض محطش محطات للحساب من محطة امم افريقيا مش مسؤول ان المسؤول عن التفاوض مقدرش قيمة تاريخ منتخب مصر مع امم افريقيا عشان كده لما انا اجي اتكلم واقول يا جماعة تعالوا حسبه المسؤول فانا راجل اديتك اللي انت تستحقه اديتك ادعى صح؟ انا انتظرت منك ايه؟ تقدم لي صورة مميزة للمنتخب المصري قدمتي لي صورة باهتة صورة سيئة سلبية جدا لدرجة انا لعيبة اربع مباريات ما قدرتش افوز في اي مباراة وانا المنتخب المصري في مشوار لو انت اللي بتختاره قبل القرعة وقلنا لك تعال انت كمنتخب مصر اختار الفرق والمنتخبات اللي تقابلها حتى وصولك للمرانة هائية ما قدرتش هتختار مشوار اسهل من ده